اخر ما قد يقال عن الكريزم المعقد لصورة التنافر بين السياسيين ومحاولة شد الحبل بين طرفي الصراع الكوتالي داخل البرلمان الخامس ان يصبح التعنط طباعا مسبقا للجلسة التي سميت بالحاسمة لكنها لم تحسم امر نصابها فاحيلت لتأجيل قد يمنح حلحلة وتجاذبا بين الزعماء الزعمة ايضا مفهوم السباق السياسي الذي يرتكز على حنكة وذكاء الاطراف المتنافرة والتي تتسابق لاجل الظفر بشخصية رئيس الجمهورية الذي يتنافس عليه حزبال اتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ثم تنافس ساخن جدا لدرجة الغليان الذي اودى بتمسك التيار الصدري من جهته ضمن تحالفه الثلاثي بمرشحيه وضمان اكتمال النصاب باكثرية عدد المقاعد النيابية من جهة ثانية تمسك الاطار التنسقي بجذب مستقلين جدد الى فريقه البرلماني والتحذير من تكرار سيناريو الجلسة الماضية بكسر النصاب اذا لم يقبل تحالف انقاذ الوطن بمواصلة مشوار الحوار حتى الرمق الاخير من عقارب الساعة الى حين اعلان افتتاح الجلسة المنتظرة اذا وعلى هذا المنوال فان الحوار الذي يريده الاطار التنسقي قد احدث فارقا ايجابيا بحسب متوقعين لتفكيك العقدة يتمثل بتواصل هتفي بين الاتحاد الوطني اجراه بافل طالباني مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري للخروج من حالة الانسداد حالة الانسداد تلك تؤرق المحذرين من تكرار سيناريو الجلسة الماضية لكنهم متفائلون باغتراب اتفاق قد يغير مجريات الامور الى حوار فتح طرف بابه بين الاطار التنسقي والتيار الصدري في الاثناء تترافق مخاوف تأزيم المعزم وتأخير سياق المواقع الدستورية التي ربما ستصنع عقدة جديدة يدخل فيها القضاء على الخط للبت القانوني في مرحلتي اختيار رئيس الجمهورية والحكومة ساعات اذن تفصل بين السياسيين ودخولهم اروقة البرلمان بين التندر بما يمكن ان يكون وحذر من ناتج مكرر لا ينهي مرحلة اختيار الرئيس اشتركوا في القناة